كتاب بيان الشرع الجامع للأصل والفرع أحد تلك الكنوز العلمية الدينية فهو موسوعة في علوم الشريعة لمؤلفه الشيخ محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي النزوي المتوفى في عام 508 للهجرة الموافق 1115 ميلادي يبلغ مجموع أجزاء الكتاب 71 جزءا تشمل على أبواب في العلم وأصول الفقه وأحكام القرآن وعلومه والعقائد والفقه ونظرا لمكانته أولاه العمانيون اهتمامهم وحرصوا على تداوله وقراءته ودراسته تشير إلى ذلك وفرة نسخه المحفوظة التي يزيد عددها على الألف نسخة بكثير ما يعطي مؤشرا على وجود حوالي 20 نسخة لكل جزء منه في المتوسط ومن نسخ أجزائه النادرة مخطوط رقم 562 للجزء الثالث والأربعين منه وهو الجزء الثاني من أجزاء البيوع وموضوعه في بيع الأصول والعروض والحيوان وتكمن ندرته في كونه أقدم نسخ الكتاب التي تحتفظ بها دار المخطوطات إذ هو منسوخ سنة 881 للهجرة بخط الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد الناعبي العقري النزوي المتوفى عام 917 للهجرة وهو من فقهاء القرن التاسع وأول القرن العاشر الهجري وله آثار منها اللال في أبنية الأفعال وكتاب في الصرف وكتاب صفة نسب العلماء وأكنيتهم وبلدانهم وموتهم كما تمتاز هذه النسخة بأنها منقولة عن نسختين إحداهما بخط مؤلف الكتاب وقد نص على ذلك الناسخ بقوله كتبته من نسختين نسخة بخط محمد بن أحمد بن مزروع ونسخة بخط مؤلف الكتاب نسخة قديمة كتبه محمد بن عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد بيده وقد جاء في حرد المتن تم ما وجدته من الجزء الثاني من البيوع يوم الثلاثاء لأربعة عشرة ليلة إن بقيت من شهر ربيع الأول من شهور سنة 81 وثمانمائة سنة للهجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتبه أفقر عباد الله تعالى وأحوجهم إلى رحمته محمد بن عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد بيده حامدا مصليا مسلما مستغفرا موحدا وفي آخر المخطوط نقل لوثائق تاريخية خطا وشهد عليها عدد من علمائي وفقهاء القرنين التاسع والعاشر نقلها الشيخ الفقي أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد الناعبي في القرن العاشر الهجري حيث ذكر بأنه نقل الأولى منها عن ورقة قديمة بخط الفقيه العالم محمد بن عبد الله بن مداد وهو ناسخ المخطوط وفي أولها هذه الورقة فيها فصيلة في الخشبة والخشيبة أنهما رم لبني عزرة منقولة من خط الفقيه العالم أبي القاسم بن أحمد بن يحيى بن محمد وهي هذه ثم نقل نص الوثيقة المؤرخة سنة ثمانمائة وخمسة للهجرة وتليها شهادات وتصحيحات عديدة كما نقل وثيقة عن الفقيه عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد مؤرخة سنة ثمانمائة وتسعة وسبعون للهجرة وأخرى عن الفقيه حسين بن شوال بن ثاني بن خاطر مؤرخة سنة تسعمائة وتسعة وستين للهجرة حول التبعية موضع الشويعي للخشيبة اشتركوا في القناة موسيقى